ترأس سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وفدى مملكة البحرين المشارك في الحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة في دورتها الثالثة الذي احفظته إمارة دبي بحضور وفود رفيعة المستوى من 44 دولة عربية وأجنبية مشاركة وذلك لاختيار وتكريم الفائزين الأوائل خطوة أثبتت نجاعتها في نصرة الحرف والكلمة لتتجسد في إطار مصابقة هدفت منذ أن طرحت إلى إنقاذ مغذي العقول من الإهمال الذي اشترح أوراقه التي لا تقدر قيمتها المعرفية بأبهض الأثمان منافسة تحدي القراءة العربي التي أشرقت بنورها عبر مبادرة متميزة تبنى إخراجها إلى حيز الوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تصل قيمة جوائزها الإجمالية أحد عشر مليون درهم إماراتي استطاعت أن تحقق أهدافها عبر نسختيها الماضيتين وتسير بخطا ثابتة نحو العالمية كتظاهرة ثقافية من خلال طبعتها الثالثة التي ارتفع عدد المشاركين فيها إلى ما يطوف حاجز العشرة ملايين طالب وطالبة ينتمون لأربع وأربعين دولة عربية وأجنبية تمثيل مملكة البحرين في هذه الفعالية المعرفية الرائدة والذي ترأس وفدها سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي جاء عبر مشاركة تنافسية من قبل عشرة طلاب تم اختيارهم من قبل اللجنة المنظمة من أصل خمسين ألف طالب وطالبة شاركوا في تصفيات هذه الدورة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في البحرين عدد يزيد بمقدار ضعفين عن حصيلة الدورة الأولى التي تقدم إليها ثمانية عشر ألف طالب وطالبة وكلهم قد استكملوا المتطلبات كافة لهذه المسابقة المتمثلة في قراءة وتلخيص خمسين كتابا إن مشاركة مملكة البحرين في تحدي القراءة العربي يأتي تجسيدا وتأكيدا على العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كانت نتائج البحرين منذ البداية متميزة على صعيد الطلبة والطالبات وأيضا المدارس هذا العام ازداد عدد المشاركين وهذا يؤكد نجاح هذه المبادرة الكريمة وأيضا تجاوب ابناءنا الطلبة والطالبات معها فخالص التهاني والتبركات إلى الابنة العزيزة نوران لبلوشي التي حصلت على المركز الأول على الطلاب وطالبات مملكة البحرين أحرف من ذهب سطرها طلبة البحرين والطلبة من ذوي العزيمة من خلال مشاركتهم في دورتي المسابقة الماضيتين إذ حققت مدرسة الإيمان في الدورة الأولى المركز الثالثة بين جميع المدارس العربية المشاركة فيما نالت طالبة بحرينية المركز الثالثة عربيا بين أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة أما في الدورة الثانية فقد فازت المملكة من خلال مدرسة الإيمان بالمركز الأول عربيا متفوقة على 41 ألف مدرسة من مختلف الدول المشاركة حققت المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي وأود أن أشكر وزارة التربية والتعليم على الجهود التي بدلتها لكي أقف اليوم أمامكم بالإضافة إلى فوائد التي استفدتها من تحدي القراءة العربي على الصعيد الشخصي والمعلومات وفي الحقيقة تحدي القراءة العربي يعتبر ليس فقط مبادرة فقط للقراءة بل هو ملهم ومحفز لإعادة روابطنا وعلاقاتنا مع الكتب كان تحدي القراءة العربي فرصة ثمينة لا تقدر بثمن حيث أنها أكسبتني الكثير من المكاسب على الصعيد الشخصي والعلمي والعملي مسابقة تحدي القراءة العربي تنبع رسالتها من باب الإدراك الشافي بدور المعرفة العظيم بمختلف أشكالها وأثرها الحتمي في تطوير مخرجات التعليم والحصول على نتائج إيجابية مثمرة في مختلف المراحل الدراسية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر